البيضاء مدنيون تحت القذائف هذا ما تقوله يوميات سكان القرى النائية في الارياف التي تتعرض للقصف بلا توقف بالاسلحة الثقيلة التي تم شراؤها من ضرائب الشعب ليتم ضربها على الشعب في نهاية المطاف في وسط المحافظة جددت الميليشيا قصفها العنيفة على المنازل والقرى في عزلة ناصفة بمديرية الزاهر آل حميقان بالمدفعية الثقيلة والدبابات والكاتيوشا ولم تظهر حتى اللحظة أسماء الضحايا الذين طالهم القصف غياب آلية واضحة لحماية سكان المحليين في البيضاء تلقي بظلالها على توسيع رقعة الجرائم بحق المدنيين العزل في ظل غياب الرعاية الصحية وسيطرة الميليشيا على المرافق الصحية في مركز المحافظة الخلفية التاريخية والجغرافية للبيضاء حاضرة في طبيعة المواجهة الدائرة في المحافظة منذ الانقلاب وخصوصا الإرث الجريح الذي كابتته البيضاء في مواجهة حروب الإمامة الغاشمة في البيضاء جرح الزمان وجرح المكان جرح الزمان هو جرح تاريخي بامتياز على اعتبار أن البيضاء جزء أصيل من الزمان المتعلق بالذات اليمنية التي تقف على ضد من المشروع الإمام الكهنوتي القائم على فكرة الاجتياح والحكم بالغصب جرح المكان في البيضاء جرح الجغرافية المضطهدة التي تنتمي إليها محافظات السهول التي عانت كثيرا من الهيمنة المركزية الحاكمة في اليمن بذهنية الغلبة ونفسية العصابة وليس بناء على حكم الشعب نفسه بنفسه وقوانين الدولة القائمة على حكم المواطنة المتساوية المقاومة الشعبية في البيضاء أعلنت خلال الساعات الماضية أتصدي لهجوم عنيف شنته ميليشيا الانقلاب على مواقع في جبهة آل حميقان مضيفة أنها أحبطت هجوما على مواقع في جبهة الحبج والجردي حيث دارت اشتباكات عنيفة لجأت خلالها الميليشيا إلى قصف القرى والمساكن في قرية الحبج بالمدفعية الثقيلة وبالدبابات